اشتركوا في القناة ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير لهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور مُحدثاتُها فإن كل مُحدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار ثم أما بعد فقد مات الميت ورتَّب الإسلام على موته أحكامًا وشرائعًا وسُننًا وذلك لأن دين الإسلام دينٌ شامل ومنهجٌ كامل لكل أمور الدين والدنيا والدنيا والآخرة قال جل وعلا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَمَا فَرَّتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلِّهَا كُلِّهَا كُلِّهَا وَلَا دِينَ مِثْلَ دِينِ الْإِسْلَامِ أَبَدًا لَكَمَا يَقُولُ الْعَلْمَانِيُّونَ وَأَعْدَاءُ الدِّينَ دَعْمَا لِللَّهُ لِلَّهُ وَمَا لِلْقَيْصَرَ لِلْقَيْصَرَ هذا ليس بدين رب العالمين وإنما هذه المقولة الخبيثة الباطلة هي من إنجيل النصارى الذي حرَّفوه بألسنتهم وكتبوه بأيديهم وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم وويلٌ لهم مما يكسبان أما ديننا دين الإسلام فقد بيَّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمرٍ من الدنيا والآخرة فقد مات الميت فهنا يجب على أهله أمور وجوبًا وبعضها مُستحب يجب على أقارب الميت حين يموت أن يصبروا وأن يرضوا بقضاء الله وقدره قال الله عز وجل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُمْ مُّصِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ هذا لمن صبر ورضي بحكم الله وأمره جل وعلا لأن الموت أمرٌ لا بد منه وقد مات سيد البشر وسيد الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنك ميتٌ وإنهم ميتان وما محمدٌ إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين فكُتِب على بني آدم الموت كل من عليها فان ويبقى وجو ربك ذو الجلال والإكرام فعلينا أن نصبر لأن الموت حق خلقه الله عز وجل ليذوقه كل أحد حتى الرسل حتى الأنبياء حتى الأولياء حتى الصالحين ولا يموتُ إلا ربُّ العالمين الحيُّ الذي لا يموت لا تأخذه سنةٌ ولا نوم تبارك وتعالى فإذا علمنا ذلك فعلينا بالصبر وأن نرضى بقضاء الله وقدره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل أخبرني عن الإيمان قال أن تُؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ولا يؤمن أحدهم بالله ولو أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله تبارك وتعالى حتى يؤمن بالقدر فعلينا بالصبر والرضى بقضاء الله وقدره ومن صبر فجزاؤه الجنة من صبر فجزاؤه الجنة لقوله جل وعلا إنما يوفَّ الصابرون أجرهم بغير حساب وخصوصا من صبر على موت أبنائه من صلبه من صبر على موت أبنائه من صلبه فجزاؤه الجنة والنار عليه حرام لما رواه النسائي من رواية أبي هريرة وصحح الألباني رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين زوج وزوجة ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا دخلا بها الجنة قال يجيء الأولاد يوم القيامة فيقفون عند باب من أبواب الجنة فيقال لهؤلاء الأبناء أدخلوا الجنة من هذا الباب فيقولون لا حتى يجيء أبوانا فينادى أباهم أبوهم وأمهم فيجيء فيقال لهم ولأبيهم وأمهم أدخلوا جميعا الجنة بفضل رحمة الله عز وجل وروا مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا كانوا له حجابا من النار فقامت امرأة من القوم فقالت يا رسول الله واثنان قال واثنان قال الراوي فرأى بعض القوم أن لو قالوا وواحد لقال وواحد ومن الصبر ومن علامات الصبر العظيمة الواضحة البالغة أن يسترجع أقارب الميت ومن مات لهم ميت أن يسترجعوا كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون ثم يزيد عليها اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت أم سلمة وحديثها عند مسلم فلما توفي زوجي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ولكني قلتها إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها قالت قالت فأخلف الله لي خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي خاطبه حاطب ابن أبي بلتعت رضي الله عنه فقال 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 لي حاطب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك إليه عليه الصلاة والسلام خير من أبي سلمة صلى الله عليه وسلم قالت فقلت يا حاطب إني امرأة غيور ولي ابنه فذهب حاطب إلى رسول الله فأخبره فقال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما غيرتها فأسأل الله أن يذهبها وأما ابنتها فأسأل الله أن يغنيها فجاء أحد من أصحابه رضوان الله عليهم فتزوج ابنتها وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بفضل الصبر وبفضل اتباعها للسنة أن قالت ما أمرها الله به عند وقوع المصيبة ووفاة زوجها أبي سلمة وزادت عليه ما أمرها رسول الله به إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وليس هذا الدعاء والذكر خاصا بالموت فقط وإنما يقال عند كل مصيبة تحل بك فإذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون إلى آخره أجرك الله في مصيبتك مهما كانت صغيرة أو كانت كبيرة وأخلف الله لك خيرا مما فقدت في المصيبة ولا شك كما فعل الله بأم سلمة رضوان الله تعالى عليها وأرضاها اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد للكلام بقية ولكن نسبة لأن السنة هي التقصير في الخطبة وهذا أفضل كما كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكذا المسجد ما زال حارا فنناشد جميع المصلين الرجال والنساء بالتبرعات لهذا المسجد لتكيفه وتبريده وتهيئته لكم وللصلاة والخطبة ولأداء العبادات وقراءة القرآن والذكر والدعاء وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله فعمارتك للمسجد دلالة على إيمانك الصادق بالله جل وعلا وبالنبي صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقموا إلى الصلاة ورحمكم الله وقموا إلى الصلاة